السلام عليكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل لما توصل لمرحلة الغرور وتشوف ان اللي انت شايفه لازم كل الناس تشوفه زي ما انت شايفه بالظبط تبقى وصلت لمرحلة غرور فرعوني قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى الكلام ده بينطبق على وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلوصي أقار اللي بالمناسبة كان هو اللعب الأساسي في المصرحية الهزلية المسمى بانقلاب تركيا سنة 2016 لما كان رئيس الأركان وقتها المصرحية اللي من خلالها تخلص نظام أردوران من كل معارضيه وثبت نظام حكمه في تركيا بالسيطرة على كل مفاصل الدولة بعد القبض واعتقال كل معارضين سياسته فخلوصي أقار من المقربين لأردوران ومنصب وزير الدفاع هو مكافأة قدمها له أردوران نظير خدماته وقت مصرحية الانقلاب خلوصي أقار ده بقى مصرح بتصريح غريب الشكل المعلم بيقول فيه وزير الدفاع التركي ليبيا جارتنا عبر البحر وليست جارة لمصر والسعودية والإمارات طبعا التصريح ده يستحق التهكم والتندر عليه فواضح أن معالي وزير الدفاع دولة تركيا اللي المفروض أنه عسكري أكاديمي يكون عارف الخرايط والجوررافيا كويس المشكلة أنه مش بس سائد جوررافيا لدرجة أنه نسى أن ما بين مصر وما بين ليبيا حدود مشتركة طولها أكتر من ألف كيلو المشكلة أنه خلوسي أقاره بنظرة الغرور العثماني للأمور بيستغرب من النفوذ المصري لإمارات السعودي في ليبيا والأتراك يا جماعة عايزين يسنوا سنة جديدة في المنطقة العربية وهي أن من حق التركي والإيراني التدخل في الشؤون العربية بينما مش من حق العربي أنه هو يتدخل في الشأن العربي طيب ليبيا دول عربية ومصر والسعودية والإمارات دول برضو عربية وإذا قطر عايزة تتدخل أهلا وسهلا بيها بس المشكلة أن تركيا بتدخل قطر في المسألة الليبية بصفتها دلدول تركي مش أكتر ينهر السودي يا جدعان بقى تركيا جغل ليبيا بناء طبعا على كلام خلوسي أكار تبقى أبرس وليونان وألمانيا وأسبانيا وفرنسا جغان لليبيا برضو من خلال البحر بصوا الموضوع مش موضوع وزير دفاع سقط في الجغرافيا الموضوع موضوع أنزحة وعنتصة تركية الأنزحة التركية دي بتخلي أركان نظام أردوران يصوروا للناس الحاجات زي ما هم شايفانها وعايزين الناس يشوفوها زي ما هم شايفانها برضو لا أريكم إلا ما أرى وتفعل أسعى لحد كده أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته